إذا أعطوا القرآن الكريم من القاهرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تألمون دقيقا فقهيا ما حكم إخراج زكاة المال مقدما عن وقتها هل يجوز ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الأصل في إخراج الزكاة أن المال يبلغ النصاب وهو ما يساوي قلنا خمسة وثمانين جراما ذهبا عيار واحد وعشرين ويحول عليه الحول القمر أو الهجري يعني يأتي عليه سنة قمرية وأن يكون زائدا عن الحاجة ونخرجها ساعة بلوغ النصاب وحلول الحول ولكن السؤال هنا يقول هل ممكن أن أخرج زكاة المال مقدما؟ يجوز تعجيل الزكاة إن كان في تعجيلها مصلحة للفقير أو لغيره ممن هو أهل لأخذها يعني من أصحاب المصارف أو مصارف الزكاة وتعجيلها لعام أو لأكثر يختلف باختلاف هذه المصلحة وإلا فالأولى إخراجها في وقتها ليجد المستحق حاجته من المال في كل وقت فإنه إذا عجل الجميع إخراجها في عام فإذا جاء الآخر عدمت أموال الزكاة وهذا يخالف مقصود الشارع منها المراد أنه إذا كان حالة فردية أو بعض الناس يعجلون إخراج زكاة المال قبل حلولها بعام أو عامين كما ورد عن سيدنا العباس بن عب المطلب رضي الله عنه وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز ذلك ما دام محققا لمصلحة الفقير والله أعلم دقيقة فقهية دكتور مجد عشور حسن سليمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر